لسه مكمليين معاكم فقرات نهارك سعيد وأكيد كلنا تابعنا الأحداث المحزنة اللي حصلت في ماس بيرو يوم الأحد الماضي واللي نتج عنها وفاة عدد من الأقباط وعدد من جنود الكوات المسلحة للأسف فيه ناس كتير بتعتقد أن اللي حصل في ماس بيرو ممكن يكون نموذج مصغر لما قد يحدث في مصر في الفترة القادمة لو لم يتم انقاذ الموقف وتهدئة الأوضاع قانون دور العبادة الموحد سمعنا عليه في الفترة الأخيرة أكتر من مرة ولكن اللي ما يعرفوش البعض أنه بقاله خمس سنين تقريبا موجود في الأدراك كل ما بيحدث أحداث فتنة طائفية في مصر كل ما بتعلق الأصوات مرة تانية وبتطالب بتنفيذ هذا القانون فيه مؤيدين ليه وفيه معارضين لكن للأسف احنا عملين نركز أكتر على القوانين لكن فيه ناس ممكن يكون لها دور فعال أكتر من القوانين وتطبيقها وهما رجال الدين والدعاء سواء من الأقباط أو المسلمين ممكن يكون لهم دور فعال وأسرع بكتير جدا في تهدئة الأوضاع في الفترة القادمة حيكلمنا أكتر النهاردة في موضوعنا فضيلة الشيخ الدكتور شوقي عبداللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة سبعة خير يا خلالد أهلا بحضرتك يعني حضرتك طبعا تباعت اللي حصل في مسبير وأكيد ليك تعليق عليه بالطب اتفاض يعني في الحقيقة ما حدث نرجو أن لا يحدث ويجب أن نأخذ الأمور بالجدية التامة ونعالج الأحداث قبل وقوعها لكن في الآونة الأخيرة أنا عايز أقول أن ما وصلنا إليه الآن هو نتيجة التراكمات ونتيجة غيبة تمه للقانون وتفعيل القانون ونتيجة هيبة الدولة التي يحاول البعض العمل على إسقاطه لكن ما قدر الله وما شاء فعل وتلك هي إرادة الله سبحانه وتعالى ولكن يجب علينا أن نعالج دائما المواقب بحكمة وحنكة واقتضار وتخطيط كامل حقيقة نعلم جيدا بأن مصر هي بلد الجميع وهي الأم الرؤوم التي تحتضن المسلم والمسيحية على السواء لا تفرق بين هذا وذلك وأن الإسلام بما فيه من شرائع وتوجهات يحثنا كمسلمين أن نعامل أهل الكتاب بالتي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن نعاملهم بأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان رئيسا لدولة مدنية ذات جزور دينية عاش على أرضها اليهود وحتى المنافقون الذين كانوا بمسابة الطابور الخامس الذي يخطط للقضاء على الإسلام والمسلمين عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم برفق تام وحكمة كاملة ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه أن يتخلص المسلمون من ابن أبي رفض الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وكلنا نعرف أنه كان يخدع المسلمين ويكن لهم العداء ويعمل على تدمير الدولة الإسلامية والقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذا نهى أصحابه أن يقتلوا هذا الرجل لأن الإسلام يرفض هذا والجميع يقولوا بأن محمدا يقتل أصحابه لأن في الصورة الرجل يظهر الإسلام ويبطن الكفر عاش اليهود في حرية تم وعاقذ الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة صلح وأمان وعاشوا في رحاب الدولة الإسلامية إلى أن غذروا بالمسلمين فاستأصل الرسول صلى الله عليه وسلم شأفتهم وتاريخ الإسلام منذ بدأ وإلى يومنا هذا المسلمون دائما وأبدا على المستوى الإسلامي المطلوب إلا القليل ونحن نرفض هذا القليل ونقول دائما بأن الإسلام هو الحج القائمة على الجميع وليس تصرفات فرد بعينه أو ثقافة إنسان بعينه هي الحج على الإسلام وعلى المسلمين الحقيقة قبل أن نخوض في غمار الحديث أنا أناشد إخواني الأئمة من هذه القناة بأن يتوخوا الحزر وأن يحاولوا تهدئة المواقف وأن يعلنوا عن سماحة الإسلام وقبول الآخر وأن ما حدث إنما هو سحابة صيف انقشعت بإذن الله ولم ولن تعود حضرتك ركزت على الدعاء ورجال الدين دورهم إيه بالتحديد في الفترة القادمة الحقيقة الدعاء دور مهم جدا وللغاية لأن الخطاب الديني هو الخطاب الذي يعلو جميع أنواع وألوينة الخطابات الأخرى العسكرية والسياسية لأن الشعب المصري متدين بفترته مسيحيين أو مسلمين ودائما لرجل الدين دوره الفاعل في التأثير على السلوكيات والعقول وكما يقال هم يشكلون عقول الأمة دورنا يجب أن يكون فاعلا في تهدئة المواقف وبيان السماحة وبيان المساحة العظيمة التي تربط شرع السماء ببعضها ما يربطنا بالإخوة المسيحيين في التوراة في الإنجيل وفي القرآن أكبر مما نختلف فيه هناك إيمان بالله هناك إيمان باليوم الآخر هناك ما يسمى بالكليات الخمسة التي تجمعنا جميعا وهي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وإلى آخرة فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا بالإضافة لأننا نعيش على أرض واحدة نأكل من خيراتها ونشرب من نيل مصر ونستظل بسماء مصر والتاريخ يؤكد بأن المسلمين والأقباط يعيشون منذ أن دخل الإسلام مصر في عهد سيدنا عمر ابن العاص سنة عشرين يعيشون على قلب رجل واحد وأكلون في إناء واحد همهم واحد أفراحهم وأطراحهم واحدة هذه حقائق كلنا نعيشها والإسلام أمرنا بذلك والمسيحية أمرت بذلك ويمكن الإخوة المسيحيين ساعدوا سيدنا عمر بن العاص في دخول مصر ضد الدولة الرومانية التي تدين بالمسيحية لكنها كانت متشددة إلى أب يعني كانوا يعتبرون الأقباط بالنسبة لهم عبيد المسلمون هم الذين وقفوا في جانب وهم الذين ناصروا المسلمين وأعذرهم ضد الرومان ومن هذه اللحظة الكل على قلب رجل واحد ما نسمعه الآن أو من فترة غريب على أرض مصر وغريب على شعب مصر وغريب على الإسلام وغريب على المسيحية كلنا كما عبر القرآن الكريم أولاد قافلة بشرية واحدة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنس وكما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم لكلكم لآدم وآدم من طراب والأنبياء أولاده علات دينهم واحد وأمهاتهم شت فالحقيقة شراء السماء وخاصة الشريعة القاتمة شريعة الإسلام تتعانق مع جميع الشراء السماوية وتتناغم معها وليس هناك سمة كراهية أو نبز أو عمق ده صحيح كل الكلام اللي حدرت